الراجل ده لو ما صدقكش خلاص برضو زي ما كنا منتكلم على أمير ملتهب عضلته الملتهبة هي إحساسه دايما نقول عليه كده عضلته دي كانت جملة أبوها الله يرحمه يعني كل واحد له عضلة ملتهبة كريم عبد العزيز يعني التعامل معاه بحساب ولكن ازاي بقى مش معقد لأ سيب نفسك معاه سيب نفسك هتمتلكه ويحبك من قلبه لأنه بيشتغل من قلبه حتى في الحياة مش معصدش الشغل في الشغل في حياته هو كده بني آدم لو ما صدقش خلاص يبان على وشه يبان على وشه يسر بقى علاقتك جيدة عشرة العمر متفقين في حاجات كتير قوي عندنا ثقافة متشابهة حبين المهنة من نفس الزاوية عارفين إن هي حاجة مقدسة ومهنة مقدسة وهو دايما يقول لي يا ماجد الأستاذ محمد عبد العزيز ربنا يديله الصحة وطلط العمر ويخليلينا بين بعض مناقشاتنا كان له جملة حلوة أنا ما نسهاش الحقيقة قال له يعني يقولك إحنا استلمناها كده وهنسلمها كده فكريم بيحترم أعراف المهنة عنده نفس فكرة التدقيق أنا بقال لي مدى بسمعتش حكاية أعراف المهنة دي أقال ليها عرف ليها أعراف كريم يحترم أعراف المهنة ولذلك مثلا من أحد التعليقات الجميلة اللي قال هالي كريم بعد تكريمه يا حبيبي ببريكله طبعا يستحقها ويستحق أضعاف أضعاف قال لي مضرب المثل قال لي أنا فرحان أن بقنا مضرب مثل للصداقة الحقيقية فأنا بقول له هالغريب يا كريم كانت غريب بني أنفس حقا أنا فرحان له صدقني يعلم ربنا زي ما يكون أنا اللي باخد الجايزة